السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا طلبة وطالبات السنوية العامة الشعبة الأدمية نواصل معكم رحلتنا في نهر النيل تلك الرحلة التي انتهينا في مرحلتها الأخيرة بذكر موارد نهر النيل وتصرفات النهر المائية من المنبع حتى المصب رحلة اكتسب النهر فيها أجزاء كبيرة من المياه وخسر وفقد كميات هائلة من المياه نتيجة هذا الفقد من المياه كان لابد للإنسان من التدخل لضبط مياه نهر النيل فليس من المعقول أن يأتي هذا النهر من بلاد بعيدة له موارد متعددة يكون هناك أجزاء تتبخر في هذا النهر ويكون هناك أجزاء تضيع بالتصرب ويكون هناك فائد كبير يلقى في البحر دون الانتفاع به عند المصب فكان لزاما علينا أن نضع مشروعات ضبط مياه النيل ونحن الآن نتحدث عن جهود الإنسان في مشروعات ضبط مياه النيل يسرنا أن نلتقي مع الأستاذ هاني زغلون معلم خبير المادة بوزارة التربية والتعليم إن شاء الله حضرتك أتصحبنا في رحلتنا في نهر النيل وعايزين نعرف ما هي الباعث أو ما هي العوامل التي أدت إلى التفكير في إقامة مشروعات ضبط مياه النيل طبعاً برحب حبايبي الطلبة في بداية الحلقة أحب أقول أننا قدامنا نهر مختلف عن أي نهر عندنا في العالم كله أنا عندي نهر لموردين للمية مورد دائم ومورد موسم إذن يختلف في مواسم كمية الأمطار يعني مثلاً هنلاقي في فصل المية كتيرة وفصل تاني المية قليلة عشان كده لازم نضبط المية أنا كواحد أو كدولة منتفعة أنا يفرق معي كتير خالص إن المية عند طول العام تكون بشكل منتظم فأول سبب من الأسباب اللي خلتنا لازم نعمل ضوابط لنهر النيل عشان نحدد كمية المية بانتظام أنه نهر النيل له أكثر من مورد مورد دائم ومورد موسمي إذن تختلف كمية المياه باختلاف فصل السرق السبب الثاني أنه نهر النيل ده عندي فيه أفرع في توات أفرع بتتعافع على أفرع تانية في بعض الروافد تضغي على الروافد الأخرى بتوقف مية التاني يعني مثلا عندي نهر الصباط بيلاقيه بيوقف مية بحر الجبل في فترة فيضانه يجي النيل الأزرق عندي بيوقف كل نهر النيل في فترة فيضانه فأنا عندي نهر يعني يمكن أنا دايما أسميه زي الحصان الجامح محتاج لجام يضبط حركته يضبط نظام عشان كده والحاجات دي اللي كانت في نهر النيل دعيتنا لازم نفكر في أن احنا نعمل مشروعات لضبط مياه نهر النيل تمام في ضوء الزيادة السكانية حتى اللي موجودة دلوقتي اللي موجودة في الأحدى عشر دولة التي يمر بها النهر لابد أن يكون هذا النهر يقيم حياة لكل هؤلاء طيب حضرتك مشروعات ضبط مياه النهر نجد أن هذه المشروعات معظمها تم التفكير فيه أو يوجد في مصر هل ترى أن مصر هي أكثر دول حوضي النيل استفادة من المهر؟ طبعا وده طبعا لأسباب كتير جدا إحنا لو بصنا إلى الجنوب وإلى الشرق بنلاقي غزارة مياه في الجنوب أمطار دائمة للمنابع الاستوائية وفي الشرق أمطار موسمية صرفية لكن عندنا كلما اتجهنا من الجنوب إلى الشمال تقل كمية الأمطار عشان كده بنلاقي مصر عندنا دولة ذاتها مناخ صحراء وشبل صحراء ونادرة الأمطار عشان كده بنلاقي مصر اعتمادها الأساسي والأول على مياه نهر النيل بعكس تماما باقي دول نهر النيل بالله عندها أمطار فاعتماد على نهر النيل بيقل بسبب وجود الأمطار ولكن كلما اتجهنا من الجنوب إلى الشمال كلما زاد اعتماد الدولة على مية نهر النيل عشان كده الكتاب يمكن يوضح لنا ويقول لنا جنوب السودان ووسط السودان أقل اعتمادا على مياه النيل من شمال السودان يبقى بالأولى بقى مصر أكثر دول حوض نهر النيل اعتمادا على مياه نهر النيل لأنه مناخ صحراوي مفيش موارد تانية للمياه في حبة أبار في حبة أمطار شمالية لكن الاعتماد الرئيسي عندي على نهر النيل عشان كده مصر يعتبر من أكثر دول حوض نهر النيل اعتمادا على مياه نهر النيل حضرات مشروعات ضبط مياه النهر بيتساءل الطالب ما هي مشروعات ضبط مياه النهر هي تنقسم إلى أنواع هل مشروعات ضبط مياه النهر كلها لها نفس الوجه من الإفادة أو ما تأثيراتها أنا عندي طبعا أنواع الخزانات أو أنواع المشروعات التي تبنى على نهر النيل بتنقسم إلى نوعين إما خزانات أو قناطر أنا عندي الخزانات من اسمها خزانات هي مبنى بعرض النهر سد بعرض النهر يقوم بتغزين المياه هدف الأساسي تغزين المياه لكن القناطر هي مبنى بعرض النهر ولكن الهدف منه هو رفع منسوب المياه لتغزية الطرع لرأي الأراضي يبقى أنا عندي لو قسمت المشروعات التي تقام على نهر النيل من حيث نوعها والمنشأ بنبنيها إيه؟ هل ليها لإما خزانات لإما قناطر خزانات لتغزين المياه قناطر لرفع منسوب المياه لتغزية الطرع إلى جانب طبعا في حاجات أخرى لكن دوها الأسباب الأساسية لبناء خزانات تغزين مياه قناطر لرفع منسوب المياه لتغزية الطرع وده ذكر في أحد المتحنات السابقة بيقول اذكر المفهوم هي بناء على النهر لرفع مناسيب المياه أمامه لإمكان تغزية الطرع يبقى ده بيتكلم على القناطر لجانب برضو أنا عايز أقول برضو أن ما فيش مشكلة أن الأناطر برضو نستفاد منها في توليد الكهرباء الأناطر نستفاد منها في الملاحة الأناطر نستفاد منها في المياه المخزنة لكن إحنا لما بنيجي نعمل قناطر بنعملها بهدف رفع منسوب المياه لتغذية الترع لكن إن إحنا نستفاد منها في حاجات تانية ما فيش أي مشكلة دي نفس الفكرة برضو بالنسبة للخزانات وحضرتك ذكرت موضوع التخزين أو تخزين مئة النهر هل التخزين أنواع ما هي أنواع التخزين يعني ذكر كتاب المدرسة هناك تخزين قرني هناك تخزين سنوي ما الفرق بين المفهومين طبعا أنا عندي لما بعمل خزان لو خزان ضخم كبير ده بيخزان مياه سنين كبيرة سنين طويلة مستمرة فده بنطق عليه تخزين قرني أما الخزانات الصغيرة فيطلق عليها تخزين موسمي أو سنوي عشان كده لو حبينا نقارن كتاب المدرسة بيوضح لنا قارن بين التخزين القرني والتخزين الموسمي أنا عندي التخزين الموسمي اللي هو الصغير اللي بنسميه التخزين السنوي هو تخزين المياه في موسم الفيضان للاستفادة منها في موسم الجفاف يبقى أنا يا سيد أحمد بخز المياه عندي في موسم الفيضان عشان نستفاد منها في موسم الجفاف عشان كده بنسميه تخزين موسمي أو سنة وأقصى عند سنة وعندنا في المنهج خزانات كتيرة موسمية صغيرة زي خزان أسوان في مصر خزان جبل الأولياء خزان صنار خزان الروسيروس خزان خشم القربة دي خزانات تخزين موسمي لكن لو تكلمنا بقى على الخزانات العملاقة الكبيرة بنقول يطلق عليها خزانات قرنية أو تخزين قرن أو تخزين مستمر وهو تخزين المياه في سنوات الفيضانات العالية وأنا بأكد على حتة سنوات لكن الموسمي كنا بنخزن موسم مواسم صغيرة الموسمين بنخزن مياه في موسم الفيضان لكن لو تكلمت عندي على التخزين القرني تخزين المياه في سنوات الفيضانات سنوات طويلة جدا للاستفادة منها في سنوات الجفاف عشان كده بنقول تخزين مستمر او قرن انا بستفاد بالمياه دي سنوات طويلة قرون قرن من الزمان لكن الموسمي اخره معايا سنة يعني هناك سدود نعتقد انها سدود صغيرة سنوية وهناك سدود كبيرة ضخمة بالمئة عام مثال لذلك سد اسوان هو سد موسمي اما السد العالف هو سد قرن يعني احنا ممكن ندي تشبيه كده صغير لو انا شلت مثلا في البنك الف جنيه الالف جنيه دي ممكن تكفيني شهر او اثنين او ثلاثة لان المبلغ صغير لكن لو شلت مليون جنيه ده ممكن يكفيني عشرين سنة تريد انسان لان المبلغ كبير فده الفرع كده ببساطة بين التخزين الموسمي والتخزين القرني الموسمي بخزن كمية مية صغيرة عشان تكفيني بفترة صغيرة لكن التخزين القرني ده سد ضخم عملاق كبير جدا 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 بخزن كميات كبيرة على مر السنين دي السنين طويلة بخزن وكده ادام بخزن بحوش بشيل مية لمدة سنوات يبقى كده تنفعني لمدة سنوات تانية زي عندنا السد العالي زي ما حضرتك تفضلت وقلت عندي سد قين سد بحير التانى دي مشروعات تخزين عملاقة او قرني او مستمع بنوجه نظر الطلبة ان اسئلة السدود قد تأتي في خريطة على الامتحان توقيع او رصد مكان السد يعني يجيب لك رقم ويقول سد ايه زي ما جي سنة 2014 في السنة الماضية جي رقم اربعة في الامتحان على الخريطة كان تقريبا سد جبل الاولياء اما هناك اسئلة اخرى داخل الامتحانات وهي مصار نقاش بيني وبين الاستاذ هاني وهي عن موقع السد واختيار هذا الموقع فممكن ان يقول بما تفسر مثلا بناء سد كذا او اختيار موقع سد كذا او ان يكون في سؤال مثلا ما هي اهمية السد كذا او قارن ما بين سد وسد اخر اذا هيكون حال حوارنا مع حضرتك موقع السد ولماذا اختير هذا الموقع ثم اهمية هذا السد انا كنت عايز اقول لك برضو طالد صغير كده النهاردة احنا مش هنعرض خريطة لكن احنا بناءا على المعلومات اللي عندنا لما اتكلم على خزان اسوان واقول يقع جنوب مصر عند اسوان اوتوماتيك الطلب عندي عارفة المكان لما اجا اقول مثلا خزان جبل الاوليه يقع جنوب الخرطوم على النيل الابيض اوتوماتيك احنا نقدر نروح على طول عندنا على الخريطة ونحدد مكان الخزان او السد بتاعي لكن برضو تتبعناها قبل كده اه طبعا بنتبننا عايزة اقول ان شبكة نهر النيل بنتبننا بقت حاجة المفروض عارفينها عن ظهر قلب بقى حاجة عايشينها كمان مع نهر النيل والسلسلة بتاعته والروافد بتاعته لكن انا عايز اكد في الاول ان لازم لعمل اي مشروع ناجح لابد من توافر ارصاد دقيقة جدا انا عشان اعمل اي سد او اي مشروع لازم يكون عندي بيانات لازم يكون عندي ارصاد عن مستوى منسوب النهر وتصرف كمية المية بتاعته وده طبعا يديني اكتر فرصة لنجاح هذا المشروع انا ما اعملش سد وبعد ما اعمله افاجأ ان كمية المية اللي جاء اضخم منه توقع السد لذلك لعمل اي مشروع على نهر النيل لابد من توافر ارصاد دقيقة وقديمة عن مناسيب النهر وعن تصرفات النهر وكلما وجدت وتوافرت هذه الارصاد كلما امكن الاعتماد على نتائجها والحمد لله برضو انا احب اقول دوة ودي حاجة يمكن تنفرد بها مصر مصر لديها معلومات دقيقة عن مياه نهر النيل ومناسيبه وارصاده من سنة 641 من الذي يعني مثلا ما يقرب من فتحارب من حوالي 1500 سنة تقريبا فمن زمان خالص احنا عندنا كمية المية عارفينها كام اعلى فيضان جلنا كام اقل فيضان جلنا كام عشان كده لما عملنا خزان اسوان ولما عملنا السد العالي ما سمعناش ان في مية جات بتهدد ضمار السد لان احنا عارفين ان ممكن حتى لو مية زادت مش هزيد عن الحد المعين لكن طبعا لازم برضو نشير ان الدراسات الدقيقة بدأت منذ مطلع القرن الماضي اللي هو القرن العشرين يبقى انا عندي معلومات من زمان يمكن كانت تقريبية بعض الشيء طبعا لان الاجهزة بتاع القرسات انا انا كان قياس الروضة طبعا طبعا القرن الاول ده من زمان لكن الدراسات الدقيقة جدا جدا بقى بالمتر المكعب دي بدأت منذ مطلع القرن الماضي شكرا لحضرت بالنسبة للسدود بقى هنتناولها هنبدأ بالسدود الموسمي ولنبدأ بمصر سد اسوان ما هو هذا السد وما موقعه وما اهمية سد اسوان مع بعض الملحوظات الهامة اللي وجدت في كتاب المدرس التمام طبعا كنت عايزة وضح الاول ان طبعا المشروعات اللي عندي اللي احنا هندرسها عندنا في المنهج حوالي 13 مشروع فيهم خزانات تغزين موسمي وفيهم خزانات تغزين قرني وفيهم خمسة تحت الدراسة والانشاء يمكن حضرتك تفضلت ان احنا نبدأ بخزان اسوان عند في مصر وده خزان ذاته تغزين موسمي طبعا خزان اسوان من اسمه خزان اسوان طبيعي اتعمل عند اسوان على موقع الجندل الاول جنوب مصر يبقى خزان اسوان خزان موسمي اي سنوي اتعمل سنة 1902 على الجندل الاول في اسوان لكن لما اتعمل سنة 1902 كان مطالب ان هو يخزن مليار متر مكعب وده يعتبر كمية صغيرة خالص من المية عشان كده سنة 1912 اتعلى للمرة الاولى عشان يخزن سعة تغزين اتنين ونصف مليار متر مكعب مية برضو ما كفتش فاضطرنا ان احنا نعلي تاني سنة 1932 عشان يخزن خمسة مليار برضو كانت قليلة فقلنا بقى سنة 1955 التعالية التالتة عندي علناها عشان يشيل خمسة واثنين من عشرة مليار متر مكعب عشان كده ممكن يجي لنا سؤال اية صحة العبارة تم تعالية خزان اسوان اكثر من مرة هو كانت عمل في الاول 1902 لتغزين مليار سنة 1912 لتغزين اتنين ونصف مليار سنة 1932 لتغزين خمسة مليار سنة 1955 لتغزين خمسة واثنين من عشرة مليار دي التعاليات بتاعة خزان اسوان اللي تعلت اكتر من مرة لكن الملاحظة ان حضرك قلت ان السد اسوان اقيم عند الجندل الاول وطبعا بنعيد تنبيهات على الطالب ان الجنادل هي صخور تعتارد مجرى النهر ولها سلبيات وايجابيات منها تعوق الملاح ده من السلبيات اما من الايجابيات فنحن نستنتج من كلام الاستاذ هاني ان مناطق الجنادل انما هي مناطق مناسبة لاقامة السدود تستخدم قواعد لبناء السدود لانها قاعدة راسخة وثابتة في النار ولا يمكن للمياه نحتها او التصرف فيها او انها تؤدي الى انهيارها فهذا من ايجابيات الجنادل وايضا ان هذه الجنادل كما ذكرنا تؤدي الى تصارع النهر وبالتالي انقاذه من التبخر والضياع يبقى احنا ايه ذكرنا دليله من خلال دراسة ماضية في فصول سابقة عن الجنادل جت السيرة تاني هو واتكلمنا فيها تاني عشان احنا عايزين نربط كل الكلام ده ببعض وده يمكن يخلينا برضو نشير ان حتى لو مصر مساحة كبيرة منها صحرة بس حتى الصحاري دي لها اهمية مفيش اي حاجة خلقها ربنا الا ما يكون لها ايجابية ممكن نستفاد منها دي حاجة نحطها كده قاعدة عامة حتى على مستوى البشر اي انسان مهما كان مستوى اكيد لي في فايدة عندي ممكن يخدم البلد بحاجة معينة يبقى حتى الجنادل اللي بتوعيق الميا عائق لكن ينفع نستخدمها لو شخص معين في مؤسسة حكمية بيعيق العمل ممكن نستخدمه في حاجة تانية تفيد العمل لكن برضو اطلع من الكلام ده لاهمية خزان اسوان وده يمكن السؤال الرئيسي عندي ايه الحاجات او ما النتاج المترتبة على انشاء خزان اسوان التخزين الموسمي او ليه عملناه في حاجتين مهمين جداً عملهم خزان اسوان واحد ساعدة في تنفيذ الكثير من المشروعات الزراعية والصناعية انا عندي لما خزنت مية كمية مية كبيرة التدي تستصلح اراضي واسعة جداً ما كانتش عندي تانية حاجة ساعدة في توليد الكهرباء لمصر يبقى بما تفسر انشاء خزان اسوان واحد لتوليد الكهرباء اثنين ساعدة في التوسع في انشاء او 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 التوسع في المشروعات الزراعية استصلح اراضي والصناعية كهرباء بتولدلي او كهرباء بتشغللي المصنع خاصة مع خصوبة التربة في الجنوب الخصوبة المعهودة في الجنوب التربة شديدة الخصوب طبعاً يعني انا عايز اقول الطالب هنا يركز على التعلية ان هو تعلق ثلاث مرات والاستخدامة او الاهمية بتاعته الدوة يعتبر المحور الرئيسي لخزان اسوان التخزين الموسمي وعايز برضو افرق لان الطلبة بتقع كتير في المشكلة دي بين خزان اسوان والسد العالي فيه فارق كبير حتى من اسمه التاني السد العالي الضخم القرن لكن ده خزان اسوان على قد صغير بعض الطلبة يخلط ما بين سد اصان والسد العالي افتكر ان ده سد واحد طبعاً طبعاً طيب نأتي للنوع التاني من السدود سد جبل الاولياء هذا السد الدولة المنتفعة به اذا ذكرنا انها انشئ لكي تستنفع من مياه مصر قد يكون غريباً لان هذا السد موقعه في جنوب الخرطوم باربعين كيلو ما هي قصة هذا السد؟ طبعاً يمكن حضرتك اشرت الحاجة مهمة جداً خزان جبل الاولياء اتعامل في السودان بس اتعامل كله لصالح مصر دولة مصر وده اندل على شيء يدل على مدى العلاقة القوية جداً الحميمة جداً السلمية جداً بين مصر والسودان لدرجة ان السودان بتعمل لنا سد على حسابنا طبعاً بس تعملنا سد في بلدها كله لصالح مصر وجبل الاولياء طبعاً لما نقول الموقع بتاع الجبل الاولياء هنقول جنوب مدينة الخرطوم باربعين كيلو طبعاً احنا عارفين جنوب الخرطوم ده النيل الابيض انا شايف دلوقتي في ناس كده مسكة الالم وريحة على جنوب الخرطوم وبتحدد مكان جبل الاولياء او خزان جبل الاولياء اتعمل طبعاً في السودان كله لصالح دولة مصر تعمل في السودان كله لصالح دولة مصر على النيل الابيض جنوب الخرطوم بحوالي اربعين كيلو متر هناك حكمة من اقامة السد في هذا المكان طبعاً وده من نتائج السؤال الذي يقول ما نتائج التقاء الازرق بالابيض تمام عشان كده برضه يجي لنا سؤال بما تفسر انشاء خزان جبل الاولياء انا عندي سببين اساسيين خلونا نعمل الخزان في المكان ده وجنوب الخرطوم بالذات يعني جنوب التقاء الازرق بالنيل الرئيسي عند الخرطوم انا عندي سببين السيين من اسباب انشاء خزان جبل الاولياء اول سبب عندي بسبب ما يقوم به النيل الازرق اللي هو الفتوة الكبير من حجز مياه النيل الابيض النيل الازرق وهو جاي بيحجز مية النيل الابيض فلما بيحجزها المية بتاع الابيض بتبتدي تتخزن وتفيد على الجانبين في البرك والمستنقات فاحنا فكرنا طب المية دي اللي بتضيع في البرك والمستنقات يعني كده مش هتكمل في النهر طب ما انا لو عملت لها خزان كبير يحافظ على المية دي ينفع ان تفع به بعد كده يبقى اول سبب عندي ليه انشاءنا خزان جبل الاولياء واحد بسبب ما يقوم به النيل الازرق من حجز مياه النيل الابيض وتحويل النيل الابيض الى بحيرة راقدة او خزان طبيعي تاني حاجة لمساعدة خزان اسوان في مصر لتوفير احتياجات مصر انا عندي يا سيد احمد الخزان عندي خزان اسوان في مصر اخره كان بيشلي خمسة واثنين من عشرة ما اعتقدش الرقم ده هيكفي احتياجات مصر فقلنا نعمل اي حاجة تانية توصيل عندي كمالة تجيب لي جزء من المية ففكرنا في خزان جبل الاولياء اللي هو بيخزن ثلاثة مليار مبالا ما توصل عندي لمصر بيجامل جزء طبعا بالبخر فبتوصل عندي اتنين ونص مليار يعني هذا السد الذي اقوم في السودان يعود على مصر بالنفع في نحو اتنين ونص مليار متر مكعب من المية بس انا اقول الفاطرة محددة واحنا بنقول ما الذي ادى الى تغير سياسة مصر نحو هذا السد فقد فوجئنا في عام 1977 بان مصر قد بادلت السودان الصداقة والاخوة باهدائها هذا السد ما الاسباب التي ادت الى هذا؟ طبعا انا عندي بعد انشاء السد العالي قلت اهمية خزان جبل الاولياء لو بصنا كده بالمنطق هنلاقي خزان جبل الاولياء بيجيب لي اتنين ونص مليار متر مكعب انا عندي السد العالي بيخزن قدامه اربعة وتمانين مليار متر مكعب ما فيش وجه مقارنة يا سيد احمد خزان جبل الاولياء بيخزن لي اتنين ونص خزان او السد العالي بيخزن لي اربعة وتمانين مليار يعني انا دايما بدي كده مثال صغير لو انا عندي مثلا مشروع كنت فتح مشروع صغير مثلا محل مثلا ببيع حاجة ساعة كان مثلا بيدخلي خمسمائة جنيه في الشهر مكسب وروحت بعد كده فتحت مول كبير محل كبير جدا بيدخلي خمسين ستين الف جنيه في الشهر مكسب هل هبص للمحل الصغير طبعا يبقى بالنسبالي مزاتة قيمة ملوش اي شأن بالنسبال لان بقى عندي حاجة كبيرة جدا يبقى لما نقول بما تفسر قلة اهمية او تضاوء الاهمية خزان جبل الاولياء بعد انشاء السد العالي هنقول لسببين مهمين جدا اول سبب قلة المغزون في جبل الاولياء بالنسبة للمغزون السد العالي مش وجه مقارنة دوا بيجيب لي اتنين ونصف مليار لكن السد العالي اربعة وتمانين مليار متر مكعد تاني سبب عندي زيادة الفاقد بالبخر من خزان جبل الاولياء يبقى اول سبب عندي ليه قلة اهميته بالرغم ان هو كان ليه اهمية بس الفترة محددة ايام ما كان عندي خزان اسوان فكان بيساعد مع خزان اسوان في توفير احتياجات مصر لكن دلوقتي احنا بنيني السد العالي فالميا الموفرة امامه اقل بكثير من مياه السد العالي تاني سبب عندي زيادة الفاقد بالبخر تمام يعني احنا كده برضو جاوبنا السؤال صحيحة 35 في كتاب المدرسة على هذا الفصل تضاؤل اهمية خزان جبل الاولياء وذلك نتيجة بناء السد العالي الذي ادى الى قلة اهمية هذا السد وبالتالي اهداته مصر الى السودان في عام الف سمية سبعة و سمعين انا عايز اعلق برضو على موضوع اهداته مصر للسودان وده يمكن يخلينا اه نرجع برضو المدى الترابط بين مصر وباقي دول حض نهر ميل اول ما مصر ربنا فتح عليها وبانينا السد العالي بقى عندنا مياه كتير بقى عندنا خير كتير فروحنا بقى ايه قلنا نسيبه المين لدولة السودان عشان كده تركته مصر للسودان سنة الف تسعمية سبعة و سبعين للانتفاع بالرغم ان احنا اللي عملناه بس ايه المشكلة ان اللي معاه يدي اللي ما وهوش احنا عندنا السد العالي خلاص يا سودان انت اختنا وحبيبتنا احنا سبنا لك خزان جبل الاولياء سنة الف تسعمية سبعة و سبعين شكرا ننتقل الى نوع اخر من انواع السدود وهو سد اقيم لخدمة ارض الجزيرة في السودان ارض الجزيرة في السودان هي التي تقع بين التقاء النيل الازرق مع النيل الابيض وهي منطقة شديدة الخصوبة تتميز بزراعة القطن ولهذا نجد ان مصر و السودان يتميزان بانتاج القطن طويل التيلة وهذا المكان في السودان هو من انسب المواقع التي تنتج القطن ولهذا فكرت دولة السودان في اقامة سد في هذه المنطقة خاصة لارتفاع منسوب هذه المنطقة عن منسوب النهر فالارض مرتفعة والنهر منقفض كان لابد من رافع المياه نجد هذا السد سد صنار استاذ هاني ممكن حدرك تكلمنا على سد صنار واهميته طبعا لو تكلمنا عن سد او خزان صنار لازم نعرف المغزى من الاسم تسمى خزان صنار لانه انشئ جنوب بلدة صنار بحوالي 8 كيلو عشان كده تسمى خزان صنار نسبة لبلدة صنار طبعا مكانه على النيل الازرق انا عايز حبيب الطلبة يطلعوا كده معي ونشوف النيل الازرق على بعد حوالي 354 كيلو من الخرطوم يعني بعد الخرطوم كده على النيل الازرق لمسافة 354 يقع خزان صنار ولما اتعمل اتعمل عندي عشان يخزن تسعمية واحد وتلاتين مليون متر مكعب الله ده مش مليار ده تسعمية واحد وتلاتين مليون يعني كمان مش مكمل عندي المليار لكن انا مش عايز الناس تقول يعني ده صغير قوي بس فيه مثل بيقول يوضع سره فاضعف خالق هو صغير جدا المية بتاعته مش مكملة اللي متخزن عندي مليار لكن هنشوف بعد شوية ان الاهمية بتاعته كانت كتيرة جدا بالنسبة للحكمة من انشاؤه في هذا الموقع ثم عايزين ناخد اهمية السد طبعا انا عندي فيه خمس اهميات لبناء سد او خزان صنار واحد لتغذية ترعتين او لرفع منسوب المياه لتغذية ترعتين الجزيرة ترعتين ترعت الجزيرة وترعت المناقل لزراعة ارض الجزيرة في السودان لي مساحة كبيرة جدا من الارض المرات الزراعتها اطمان يبقى واحد لراية ترعتين الجزيرة والمناقل اتنين لتغذية مشروعات الطلمباط اللي هي بتقوم برفع المياه الى مناسيب اعلى ما ننسيش طبعا ان سطح السودان عندي مرتفعات فمحتاجين المياه اللي تحت نرفعها الى مناسيب اعلى يغذي ترعتين اتنين تغذية مشروعات الطلمباط في الاصل اتعمل لتوفير مياه اللي رايح حوالي 300 الف فدان في طبعا في المنطقة لكن طبعا المنطقة دي او المساحة دي 300 الف فدان زادت وصلت ما يقرب من مليون الف فدان طبعا مساحة ضخمة جدا رابع حاجة من الاهمية والاستخدام لخزان صنار هو توليد الكهرباء خمس حاجة طبعا حجز وتخزين حوالي مليار متر مكعب اللي هي تسعمية واحد وتلاتين مليون متر مكعب يبقى انا عندي خمس اسباب او خمس استخدامات بسرعة لخزان صنار تغذية ترعتين الجزيرة والمنقل اتنين تغذية مشروعات الطلمباط تلاتة توفير مياه للري تلتمية الف فدان زادت وصلت مليون فدان اربعة توليد الكهرباء نمرت خمسة تغذين حوالي ما يقرب من مليار متر مكعب مياه طيب حضرك سد جبل الاولية هو اللي ذكر في امتحان 2014 في الخريطة عايزين ناخد بقى سد الروسيرس سد الروسيرس من الغريب ان تقام عديد من السدود على النيل الازرق وهناك حكمة ان تصرفات هذا النهر اتنين وخمسين مليار متر مكعب مياه كلما كان النهر غزيرا بالمياه تصرفاته كثيرة مياه كثيرة كلما كان ناجحا لإقامة السدود اما لتوليد كهرباء او لتغذين المياه امامه فالطالب ما يستعجبش ان احنا بنقول سد سنار على النيل الازرق نقول سد بحير التانى على النيل الازرق نقول سد الروسيرس على النيل الازرق وهكذا يمكن حضرتك برضو فكرتني بموضوع الموقع ده عشان ما نسيبوش هنا ليه اخترنا المكان ده على النيل الازرق لإنشاء سد سنار مانا عندي النيل الازرق طويل جدا اش معنى المنطقة دي بالقرب من سنار عملنا فيها خزان سنار وده طبعا ليه اهمية كبيرة جدا احنا اخترنا الموقع ده لسببين مهمين جدا يا سيد احمد اول سبب عندي لقرب هذه المنطقة من الارض المراد زرعتها قطنان بارض الجزيرة ما انا عندي المنطقة دي هزرحها لازم اوفر مية جنبيها مش اوفر مية بعيد عنها وانقولها ازاي واحفرها ترعا ازاي يبقى اول سبب ليه اخترنا المكان ده لانشاء خزان سنار الموقع الحالي اول سبب لقربه من ارض الجزيرة المراد زرعتها قطنان ده مش بس كده نهر النيل في هذه المنطقة بالقرب من بلدة سنار يتميز ان قاعه صخري صلب معنى كده يمنع تصرب المياه الى حد المياه يعني هيحفظ لي على الماء وبرضه عايز اشير لنقطة تانية ربنا يقول لي كده خزان سنار انا مش هخليك تتكبر على باقي المشروعات عشان متوقفش كده وتقول لي انا ليه خمس استخدامات وانا احسن منكو راح هطله عيب كبير جدا 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 اول عيب عندي هو ان كسرة الفاقد بالبخر حوالي ما يقرب من تلت المياه بتتبخر فده عشان ما يتكبرش على باقي السدود تاني حاجة عندي لا يستفاد الا من الجزء العلوي العلوي فقط من مياه بسبب ارتفاع ارض الجزيرة انت لك اهمية بس ليك عيوب ليك ايجابيات بس ليك سلبيات ليك حاجات حلوة بتفيدنا لكن خلي بالك في حاجات كمان تانية ممكن تضرنا يبا العيوب بتاعة خزان سنار واحد لا يستفاد الا من الجزء العلوي في قد من مياه بسبب ارتفاع ارض الجزيرة فانا باخد المية اللي فوق بس اللي هي ممكن تغزيل الترع لكن المية اللي فقاع الناه او فقاع الخزانات مش هتفيدني بحاجة تاني حاجة زيادة الفاقد بالبخر يمكن انا افتكرت ده مع حضرتك لما تكلم على الموقع للروسيرس نقول أيضا أننا لدينا الكثير من السدود علي نيل الأزرق هناك سد الروسيروس سد الروسيروس أريدنا أن نتحدث عن هذا السد هل هو سدود الموسمية أم سدود القرنية ما هي الدولة المستفيدة? الموقع وأهميته ثم أهمية السد في النهاية أنا لدي سد الروسيروس أيضا يقع علي نيل الأزرق يقع على النيل الازرق ماشي عند بلدة يتسمى الدمازين وتبتعد عن مقياس الروسيروس بحوالي 6 كيلو عشان كده اطلق عليه سد الروسيروس او خزان الروسيروس بالقرب من سد او مقياس الروسيروس وده طبعا مقياس قديم جدا ومحطة اساسية لقياس منسوب مياه النهر وتصرف النهر عندها ولو نرجع للفاصل هنلاقي كمية المياه بتاعة الازرق بتوصل عندها ان الروسيروس حوالي 50 مليار متر مكعب الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله اشهد ان محمد الروسيروس بالحب اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله حيا على الفناء حيا على الفناء حيا على الفناء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا أمحمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بعث اللهم المقام المحمود الذي وعده أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك وأصلي وأسلم على خاتم رذلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخالق سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة وصلى الله وسلم على سيدنا وولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انا عملنا الخزان بتاع خزان الروسيروس عندي على النيل الأزرق جنب بلد بلدة اسمها الدمازين ماشي بالقرب من مقياس الروسيروس عملنا ليه؟ لسببين توليد الكهرباء ويمكن نلاقي موضوع الكهرباء دي شبه حاجة أساسية في كل السودان اللي بتتعامل ثاني حاجة لزيادة المغزون من المياه لدى السودان يبقى الدولة هنا المنتفى عندي هي دولة السودان زيادة المغزون من المياه لدى السودان لزيادة المساحة المنزرعة او زيادة الاستصلاق الزرق يبقى بما تفسر انشاء خزان الروسيروس على النيل الأزرق سببين؟ اول سبب عندي حبيبي هو توليد الكهرباء تاني سبب زيادة المغزون من المياه لدى السودان للتوسع الزرق لكن اقول برضو ان اللي يبيع السودان الفقد بالبخر اتناشر في المية من ساعة التغزين معنى كده ان انا عندي كل حاجة عندي ليها ميزة وليها عيب ليها ايجابية وليها سلبية يبقى كل اللي انا عرفه عن خزان الروسيروس اتعمل عند بلدة اسمها الدمازين على بعد ستة كيلو من مقياس الروسيروس ده محطة اساسية لقياس المنسيب عملنا ليه؟ لتوليد الكهرباء اتنين لزيادة المياه لدى السودان لتوسع الزرق عيوبه فقد اتناشر في المية بالبخر تمام عندنا برضو سد ننتقل الى نهر اخر او رافض اخر من رافض النيل وضع عليه سد هو سد خشم القربة وهذا الرافض هو العطبرة بالنسبة لسد خشم القربة كانت هناك بعض الظروف والملابسات التي ادت الى بناء هذا السد منها ان مصر قد قامت ببناء السد العالي فغارق جزء كبير من بلاد النوبة ولهذا نقول ان السد العالي وبحيرة ناصر اصرق في تدريس المنطقة بغارق بلاد النوبة تحولها من مجتمع زراعي عمراني الى مسطح ماء بحيرة فكان هناك ضرورة لتعويض اهالي النوبة سواء في مصر او في السودان سكان ودي حلفة في السودان فقامت الحكومة المصرية بنقل اهالي النوبة الى كومومبو او النوبة الجديدة في اراضي ومزارع مشابهة لما كانوا عليها كما ايضا قامت مصر بالمعاونة في انشاء سد خشم القرب ما هي ظروف انشاء هذا السد اين يقع ما هي اهمية هذا السد اه طبعا في البداية اه انا عايز اقول ان يمكن مصر بتعلمنا بس درس كده ان من قفس ده شيء فعليه اصلاحه احنا اللي حفرنا بحيرة ناصر احنا اللي خدنا 200 كيلو من ارض السودان استكمالا لبحيرة ناصر الناس دوادي حلفة كانوا سكنين في المساحة دي كلها بيزرعوا معنى كده ان احنا عملناها بحيرة يعني الارض بتاعتهم غرقت تحت مية البحيرة الناس دي مش نافع نسيبها فمصر قررت ان هي توفر ليهم مساحة من الارض في شمال السودان عشان الناس دي هي تعيش هناك بس عشان تعيش هناك محتاجين مية فقررنا نعمل عندنا خزان خشم القربة خزان خشم القربة لو اتكلمنا عن خزان خشم القربة عايزين نروح كده مع بعضينا يقع على نهر العطبرة نطلع على نهر العطبرة ولا نهر العطبرة لو نرجع بالذاكرة عندي نهر العطبرة هو اخر الروافد الكبرى لنهر النيل يقع شمال النيل الازرق هو نهر العطبرة اخر الروافد الكبرى على نهر النيل يقع خزان خشم القربع على بعد حوالي اربعمية تمانية وتارتين كيلو متر من مدينة العضبارة على النيل رز تابعا اتعمل الهدف الرئيسي اللي اتعمل ويمكن بستاذ احمد اشار ليه في البداية هو توفير المية للزراعة حوالي خمسمية الف فدان في منطقة ارض البطانة للتوطين اهالي ودي حلف الناس دي اللي البحيرة غرأت ارضهم لازم نوفر لهم مية ليستصلحوا اراضي يعيشوا في المنطقة الجديدة اللي هي شمال نهر العضبارة او شمال السودان يبقى السبب الرئيسي والهدف الرئيسي لانشاء خزان خشم القربع هو توفير المياه اللازمة لتوطين اهالي وادي حلفة الذين غمر السد العالي ارضهم وزرعت حوالي خمسمية الف فدان الى جانب برضو توليد الكهرباء ودي تعتبر حاجة السيئة الساعة عندي بتاعة خزان جابل الاولياء حوالي واحد وثلاثة من عشرة مليار متر مكعب مياه طيب احنا برغم ان هي صغيرة واحد وثلاثة من عشرة مليار متر مكعب صغيرة لكن للأسف بمرور السنين تتناقص كمية المياه في خزان جابل او في خزان خشم القربع بسبب رسوب الطمي في حض التخزين ونرجع يا استاذ احمد نفتكر مع الطلاب بتعوتنا ان النيل او نهر العضبارة كان بيطلق عليه النيل الاسود بسبب كسرة روافده من الطمي والغريان فانا عندي عملت سد يعني حجزت المية فطبيعي المية اول ما تهدأ وتقف تبتدى الطمي يترسب طيب كل ما الطمي يترسب انا عندي حيز من مساحة الخزان هيتميلي طمي يعني معنا كده الحيز بتاع المية هيقل عشان كده بالرغم من ان التخزين بتاعه اساسا قليل لان التخزين موسمي واحد وثلاثة من عشر مليار لكن من ضمن العيوب الكبيرة جدا ان هذه الساعة اخذة في التناقص مع مرور السنين بسبب ترسيب الطمي في حوض التخزين يعني احنا كده كنا في رحلة مع السدود الموسمية ذكرنا سد جبل الاولياء سد اسوان سد الروسيرس سد سنار وانتهينا بسد خشب القربة وهي السدود او مشروعات السدود الموسمية او السنوية ممكن يعني ناخد الطالب في مراجعة سريعة لما سبق دراساته نختتم بها حديثنا اليوم يعني نبدأ مثلا بسؤال على الوحدة السابقة انا عايز اقول كمان ان الباب الاول كله مرتبط ببعضيه يعني انا عندي بالنسبة لي ان احنا نراجع من الفصل الاول التاني التالت رابع كله كتلة واحدة وبيخدم نفس الموضوع يمكن حتى الطالبة لحظة واحنا بنشرح السدود انا ما اضحتاش على الخريطة لان الخريطة اخدناها ايه الفصل اللي فات والفصل اللي قابليه فبنسبة لنا كله مرتبط بكله طيب نتناول بعض المراجعات لتنشيط الزاكرة بما تفسر عدم صلاحية نيل البرت او بحر الجبل للملاحة فيما بين نيمولي ومنجلة طبعا في المسافة دي من نيمولي ومنجلة لو نرجع برضو للفصل التاني هلاق المية بتزيد انا عندي عدة اسباب دايما بتخلي اي نهر في اي مكان غير صالح للملاحة النهرة عندي او نيل البرت في بداية بحر الجبل انا عندي بيتماز ان هو ضيق المجرة شديد الانحضار وبالتالي سريع الجران الى جانب فيه شلال بولا يبقى وجود الشلالات شدة الانحضار سرعة الطيار ضيق المجرة قدت الى انه غير صالح للملاحة هذا مجرة بحر الجبل الاعلى فما بالك بقى مجره الادنى هناك سؤال بيقول عدم صلاحية بحر الجبل في مجره الادنى اللي هو فيه ما بين منجلة حتى نوم انا عايز اقول مفيش حاجة بتفضل على حال ان كنت يا بحر الجبل في بدايتك شديد الانحضار سريع الطيار ضيق المجرة فيك شلالات فانت للأسف في نهايتك بتتعرض لأكبر منطقة سدود نباتية بتعيق المجرة مفيش مراكب تمشي لدرجة ان بعض العلماء بيقولوا ان السدود النباتية تسمح بمروض قطيع من الافيالة تخيل انت افيالة ماشية فوق السد عاملة سدة مجرة النار ما هي اسمها سدود نباتية سدة قفلة عندي مجرة النار يبلع عدم صلاحية بحر الجبل في حضر الادنى للملاحة بسبب وجود السدود النباتية والبرك والمستنقعات التي تعيق حركة الملاحة تمام يعتبر بما تفسر يعتبر النيل الابيض تكملة وامتدادا للصباط وليس بحر الجبل يمكن احنا لسه برضو بنقول ان بحر الجبل في نهايته بيبقى مرحلة شيخوخة انا عندي نهر الصباط بيفيد بحر او النيل الابيض بحكتين اول حاجة غزارة مياهه التي تجدد شباب النهر اللي هو النيل الابيض اتنين لان مياه الصباط تحمل كثير من الرواسب التي تكون ضفاف عليها الابيض فانا لما اقول عندي او يجي لسؤال بما تفسر يعتبر النيل الابيض امتداد دق للصباط وليس للجبل هنقول لانه يأخذ من الصباط حاجتين مهمين نمرة واحد مياه غزيرة من الصباط تجدد شباب النهر وصحته وترجعه تاني قوي نمرة اتنين بسبب رواسب نهر الصباط بسبب رواسب نهر الصباط ما بقولش رواسب الجبل الجبل مفروش حاجة بسبب رواسب نهر الصباط تتكون ضفاف عالية للنيل الابيض تنع مياهه من الانسياب على الجنبين وخاصة في الجنوب على نفس المستوى ايضا يعتبر نهر النيل من الخرطوم حتى المصب امتدادا لنيل الازرق طبعا ما انا عندي النيل الابيض بعد ما بيقبع كويس في البداية لكن الانحضار بتاع النيل الابيض ضعيف جدا لدرجة ان هو بينحدر متر كل تمانين كيلو متر فشبه انحضار معدوم لدرجة ان احنا بنطلق عليه عبارة عن بحيرة راقدة مستطيلة النيل الابيض بنطلق عليه بحيرة راقدة يعني مياه واقفة لكن انا عندي بعد الخرطوم بعد التقاء النيل الرئيسي بعد التقاء الازرق بالنيل الرئيسي النيل الازرق جيب لي مياه غزيرة اتنين وخمسين مليار متر مكعب شديد الانحضار سريع الطيار فيعتبر باي او شمال الخرطوم امتداد للازرق وليس الابيض السيد احمد هو كله ما انا قلت في البداية ان احنا معنا نهر غريب شوية زي ما الابيض امتداد للصباط انا عندي من شمال الخرطوم من شمال الخرطوم ان هو النيل النوبي اعتبر امتداد للازرق بسبب غزارة مياه الازرق شدة انحضاره سرعة طياره فواسك مياه الازرق وليس الابيض اختلاف الوين المجرى الاعلى للميل ازرق وهو في الحبش هيعرف باسم نهر قباي غير صالح للملاح بينما المجرى الادنى وهو في سهول السودان صالح للملاح ارجع برضو مع حبيب الطلاب للقاعدة الاساسية اي مكان غير صالح للملاحة في الغالب شدة انحضار سرعة طيار وجود شلالات وجود جنادل ايا كان انا عندي نيل الازرق درسناه في الفصل الاول في تدريس حوض نهر النيل درسنا وقلنا ان نيل الازرق بينقسم الى جزئين الجزء الاعلى من بحير التانى حتى الروسيروس الجزء ده فيه اكتر من حاجة ما تخليش ابدا ملاحة يعني مراكب تمشي فيه شديد الانحضار سريع الطيار به عدد كبير من الشلالات اشهرهم اشهرهم واكبرهم شلالات الاتا شلالات الاتا دي الارتفاع بتاع المياه او تساقط بتاع المياه بيصل حول خمسة وعشرين متر مستحيل نلاقي مركب ممكن تمشي في الانحضارات دي يبقى بما تفسر الحوض الاعلى للنيل الازرق غير صالح للملاحة وجود شلالات ضيق المجرى شدة الانحضار سرعة الطيار ولكن في الحوض الادنى بيبتبقى النهر ربنا يهديه كده يبطء الطيار الى حد ما او يعتدل فيه جريانه وفيه سرعته ويصلح للملاحة اذا توفرت المياه تمام ندرس او احنا في حلقتنا النهاردة درسنا التخزين القرني والتخزين الموسمي درسنا في حلقتنا النهاردة مجموعة السدود الموسمية وختمنا الحلقة بمراجعة سريعة لما سبق دراسته ساعدنا بوجودك يا سيزاني شكرا وافتنا والعالي كنت طالبة استفاده انا برضو عايز اوضح ان الطالبة تاخده الموضوع ببساطة هي ادام عرفة الشبكة الرئيسية لتوزيع الروافد بسهولة جدا ان هي ممكن تجاوب كمان اسباب بناء كل سد من خلال ان هي عرفة المنطقة دي كان ايه اللي حاصل فيها انا لو عارف ان الازرق بيوقف الابيض فالمياه بتاع الابيض بتضيع عشان كده عملنا جبل الاولياء في المنطقة دي لو عارف ان الناس بتوادي حلفة هجرناهم يبقى طبيعا اعمل لهم خزان خشف القربة وهكذا يبقى انا المعلومات العامة ينفع اجاوب ببساطة شديدة جدا تمام وده بيأكد ان مصر هي مهندس بناء مشروعات ضبط ميات النيل على النيل ان شاء الله تكونوا استفدتم من حلقة اليوم نلقاكم على خير في مدرسة على هواء في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة